أثباكم الله يقول أخبرني أحد الإخوة أن الصلاة داخل الحجر لم يرد فيها شيء فما صحة ذلك الحجر أغلبه من الكعبة أغلبه من الكعبة الصلاة فيه صلاة في الكعبة في داخل الكعبة واللي يقول أنه ما ورد فيه شيء هذا ما يدري الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتر وصلى فيها ركعتين دخل الكعبة عام الفتر وصلى فيها ركعتين عليه الصلاة والسلام فالصلاة النافلة صلاة النافلة لداخل الكعبة هذا السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالحجر هذا أغلبه من الكعبة ولذلك يسمى الحطيم لأنه مختطا من الكعبة لأن قريشا لما أرادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة وكانوا لا يبنونها إلا بمال طيب ومال حلال فجمعوا مالا طيبا وحلالا لكنه لم يفي ببناء الكعبة كلها فقصروا عن بعضها وبنوها على هذا الوضع الذي ترونه الآن وتركوا بقيتها مما يلي الشمال فهو من الكعبة فلا تصح الفريضة فيه أما النافلة إنها تصلى في الحجر ومن صلىها في الحجر فقد صلىها في الكعبة في داخل الكعبة نعم ترجمة نانسي قنقر